سيد أحمد نفس الأمر وإحنا لما نتلاشل المناقشة دي هي منقشة لها أهداف إن نحط إيدينا زي يبقلوا كده على الجرح لعلة وعسى حد يعالج الجرح ده إنت مش بإيديك تعالجه بس إنت بإيدك إنك تحط إيدك على الجرح إحنا ليه وصلنا للمرحلة إن منتخب مصر للشباب يخسر بهذه الطريقة في بطولة على أرضه قدام منتخبات إنت من المفترض تاريخي الأفضل منها كثيرا طب يعني فكرة إن إنت يكون عندك مقائس ده أمر وارد لكن كمان إنت من جواك مقتنع إن إنت هتخد هذه البطولة وإنت مش هتكسب طب هتشتغل إزاي يعني أنا طالب دلوقتي داخل تحن سنوية عامة وقلت أنا هجيب 50% هنجح أصد لو أنا عمل الترجمة بتاعنا إنه أجيب 90% هجيب 80% مثلاً يعني تمام هاد الكورة نفسه وأنا بقولك إعترافات كانوا عارفين إن إحنا داخلين البطولة دي ولو خدنا أحسن توارد في المجموعة بتاعتنا يبقى خيره واركة انت حد الكورة كانوا عارفين كده هاد الكورة ده تصريحات من المسؤولين بقول لهم يا جماعة الوضع إيه بتاع هلقى باشا إحنا لو صننا أحسن توارد يبقى إحمد ربنا طب إحنا داخلنا لي طب لهم يا جماعة أنتم بتكلموا إزاي طب يا جماعة أنتم جاهزين فرق لا لا فرق دي أبيض يا وارد فول يا اسمين أي من المسؤول محمود دلوقتي قال لك أنا أم مكنش مكتعين بالكالف محمود جابر طب يا دني ما غيرتوش ليه يا صاحب بقى يا ابني أنت ما غيرتوش ليه قال لك لا من هغير أنا رضي محمود جابر مش هنا اللي جايبه تقول اللي جايبه أحمد مجاهد يبقى يشيله بقى أحمد مجاهد لا لا أكيد أنا بقول لك معلومة يا عمود مجموعة أنا خلاص أشياء قال لك أنا لو شئ وفي دماغه بقى ونطلع نطلع نبتلي مفكر نبر الفشل بإيه نحن لسه مدناش